موسيقى لأهل الأرض للأطفال للصغار للكبار بينقلوا بعيونه بصوته بس أنا اليوم بدي أحكي حكاية مثل العادة والحكاية مثل ما قلت من مسافة صفر ومن مسافة صفر هاشتاغ يمكن مجرد ما تسمعي العالم مسبقا تتوقع شو هي الحكاية بس رح بلش من محل واخدكن أعلى محل كان يا ما كان كان فيه ولد صغير وهالولد الصغير سمعوه من هو وطفل صغير حكاية والحكاية بتقول انه كان فيه انتجاج فيه تجاج وصيصان وإرقة بس كان الديك غايب لنهار اجا ديك كبير وضخم عرفوا أحمر مثل النار وقال لن ياللي منكن ما بيسمع كلامي وما بيخدمني عرفي بيطلع نار وبيحرق رح احرقكن كلكم وكل الاتجاجات والسيصان نرعبه ونصاعوا لأمره وبتكمل الحكاية بتقول إلا مرة من المرات تجاجة تحتاج له شوية نار فبتقل له للصوص روح شعلي هالمشعل النار من عرف الديك مازاله نايم عمالي شرقة صغير اللي أقدر ولع النار يبهمش الصوص وخيفان ومرعوب يا ويلي شو هالمهم الصعبة وإذا فاق الديك هلا شو بدي أعمل قرب الديك نايم قرب عمال هيك على عرف الديك ما شعلت نار عمال أكتر ما شعلت نار خاف إذا أوه أكتر رح بفيقي الديك بس ما عنده خيار بده يرجع بالنار عمال أكتر ما شعلت النار رح لعند أمه بسرعة وقال له عرفي عرفي شو صار لك هيدا عرف الديك الأحمر لون عالفاضة لون بس ما في بقلبه نار قلت له شو عم تحكي قال له إيه خبرت كل التجاجات والصيصان الموجودين بقلب الأن ثاني يوم الصبح فاق الديك عم بيتمختر جيبولي مي جيبولي أكل روحوا تعوه كل واحد مشغول بحاله وما حدا عم برد عليه ليه ما عم بترده علي إذا ما بترده رح أحرقكن بعرف الأحمر والناري ما حدا عم برد عليه طلع الصوص الصغير قال له كنت مخوفنا على الفاضة وطلعت ماشي متلنا متلك بالعكس نحنا أكتر منك نحنا عددنا أكبر من عددك اكتشف هون الديك إنه هني اكتشفوا الحقيقة هاي الحكاية حكيوها للطفل الصغير اللي كان اسمه محمد وكبر محمد وهو مفكر إنه الإسرائيلي هو صاحب النار وصاحب الطلقة الأولى والأخيرة وهو اللي بيقدر يعمل بس والعين ما بتقاوم المخرز لراحت الأيام ووجت الأيام وانكسرت هاي دي القاعدة ومحمد وقف عينه بوج العدو عينه بعين العدو من مسافة صفر وما فرقته معه حمل الحجر وحمل السكين وحمل المسدس وحمل البارودة وحمل قوته وحمل عطاءه وحمل صلابته وصموده من مسافة صفر واليوم اللي عم بصير بآخر سنة من رمضان الماضي لشهر رمضان هلأ كل يوم عم بتصير المواجهة من مسافة صفر وكل الصور اللي عم بتشوفوها على السوشال ميديا من مسافة صفر ما عد حدا فرقان من اللي مدجج بالسلاح لأنه اللي مدجج بالإيمان والقوة أقوى بكتير من اللي من بره قوي بس من جوه أوهن من بيت العنكبوت بآخر الحكاية بقول الأرض بتسيع لكل الناس ولكل الشعوب بس لما بينوجد الظلم ما بتعوب بتسيع إلا لشعب واحد وإذا بدوا يصير مفاوضات خلي المفاوضات تصير على ثلاث خيارات كيف بدكن تطلعوا من هالأرض براً بحراً أو جواً وهيدي حكاية حكيتها وبقلوبكن وقلوب كل الشرفة خبيتها والعرف الأحمر ما بيطلع نار ما بيطلع نار العرف الأحمر عرف وهمة وقوة الإسرائيل اللي خوفونا فيها من زمان كتير وهمية لأنه عند أول طلق تحجارة رمية تحجارة بيهربوا بيخافوا مثل الجرذان بجنوب لبنان شو فيهن عاملين أسوار عالي ومخبيين ورد شم بيخافوا يطلعوا راسهم أحسا ما تجيهن ضربة حجر الفيديوهات كلها بتفرجة كيف بيخافوا من علم بيخافوا من مره معزولة بيخافوا من طفل أعزل وبيطلقوا النار مثل المجنين يمين وشمال بس لحتى يحموا حالهم وإنه عملياً ولا شيء